اكد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس العلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية أن المسرحة في المراكز الشبابية والأندية الوطنية وذوي العزيمة يزخر بالمواهب الشابة التي باتت تقدم أعمالا فنية متميزة وهادفة تحمل العديد من المعاني النبيلة تجاه المجتمع جاء ذلك خلال رعاية وحضور سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة لحفل ختام جائزة سموه للمسرح الشبابي للمراكز الشبابية والأندية الوطنية وذوي العزيمة والذي يقيم بمركز المحرق الشبابي النموذجي بحضور سعادة السيد أيمن بن توفيق المؤيد وزير شؤون الشباب والرياضة وعدد من المسؤولين في وزارة شؤون الشباب والرياضة والأندية الوطنية والمراكز الشبابية وعدد من رواد الحركة الفنية والمسرحية في المملكة وقال سموه أن جائزة المسرح الشبابي تأتي ضمن المبادرات الرامية إلى تمكين الشباب في شتى المجالات والتي تؤكد أن الشباب هو العنصر الأكثر فاعلية والثروة الحقيقية للمملكة ومستقبلها الواحد وهو الأمر الذي يتوافق مع رؤية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة ومبادئ وسياسات البرنامج الوطني لتطوير القطاع الشبابي والرياضي استجابة وأشار سموه إلى أن الأندية الوطنية الحاضنة للمسرح تمكنت من تقديم نخبة من المسرحيات التي تحمل طابعا وطنيا في معالجة مختلف القضايا وقدمت الشباب نموذجا فاعلا في الحركة المسرحية ونوه سموه بدور الأندية الوطنية والمراكز الشبابية التي كانت ولا تزال مختبرا حقيقيا لمختلف أنواع الأنشطة الفنية والأدبية والثقافية والرياضية وأضف سموه أن النسخة الخامسة من جائزة المسرح الشبابي استطاعت الوصول إلى أهدافها لبث الروح في مسرح الأندية الوطنية والمراكز الشبابية وذوي العزيمة وإعادة إحيائه وبين سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة أن المهرجان في نسخته الخامسة اتخذ مبادرة رائدة من أجل تكريم رواد العمل الفني والمسرحي في المملكة من خلال إطلاق أسماء الممثلين الراحلين محمد عواد على الجائزة الأولى وابراهيم بحر على الجائزة الثانية ومحمد البهدهي على الجائزة الثالثة وذلك تقديراً واعتزازاً بدورهم الكبير في الحركة المسرحية وتخليداً لذكراهم الطيبة ولدورهم الواضح والكبير في تأسيس وأطلاق جائزة المسرح الشبابي والذين شاركوا فيها بفعالية في النسخ الأولى منها ووضعوا اللبنات الأساسية لها وأشاد سموه بالمسرحيات التي قدمها الشباب البحريني من منتسبي المراكز الشبابية والأندية الوطنية وذوي العزيمة مقدراً سموه الدور الذي قام به سعادة السيد أيمن بن توفيق المؤيد وزير شؤون الشباب والرياضة بالإضافة إلى الدور الهام الذي قامت به اللجنة المنظمة العليا وجميع اللجان العاملة من أجل إنجاح المهرجان وإخراجه بحلة تنظيمية مبهرة موسيقى 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 تأدية استفيض فيها الإبداع المسرحي بمشاهد تصويرية هادفة كانت قد ضمتها خشبات مسرح مهرجان خالد بن حمد للمسرح الشبابي وللأندية الوطنية وللمراكز الشبابية ولذوي العزيمة هذا المهرجان الذي أطلق العنانة لمواهب الشباب البحريني في أداء فصول من التمثيل الاحترافي ليتم الإفصاح عن حقيقة إثبات الذات والتميز والتفرد الذي يستقر داخل كيان فرسان التغيير المتمتع بمخزون وفير من عزيمة لا تبخل في عطائها وإنتاجها طيب في هذا الموضوع أنه عندنا عدد كبير من الشباب اللي تعاقدوا مع شركات إنتاج وتعاقدوا مع أو بيتفاعلون معهم وزارة الإعلام علشان يستخدموهم في المرحلة القادمة إن شاء الله في الإنتاج فإن شاء الله نشوفهم في التلفزيون وإن شاء الله نشوفهم في السيليمات ونشوفهم على المسارح فإحنا دوننا بس أن نعطيهم الفرصة ومثل ما عودونا البحرينيين في النهاية معدنهم من ذهب فهم ينتجون ثلاثمائة مشارك سجلوا حضورهم اللافت طيلة أيام المهرجان التسعة الذي شهد مشاركة ما يزيد على خمسة وعشرين ناديا ومركزا شبابيا سارع منتسبوها إلى تقديم أفضل العروض المسرحية ليطفو إلى السطح عروض تسعة أومأ الستار عنها صعودا بناء على معايير ثابتة كان قد حددها المهرجان لاختيار الفرق الفائزة بجوائزه هذه المهرجان اليوم تم فيه مشاركة أكثر من خمسة وعشرين نادي ومركز شبابي الحمد لله صفيننا في الختام على تسعة عروض مسرحية واليوم بنتشرف بحضور سمو الشيخ خالد لحفل تكريم الفائزين في هذه المهرجان تسعة أيام تسعة عروض كانت فيها منافسة شديدة والتحضير لها طبعا كان أشهر قبل فاليوم إن شاء الله هو اليوم الختامي بحضور رائع الحفل سمو الشيخ خالد اللي هو رعى الشباب المسرحيين لتنمية مواهبهم وتطويرها مهرجان وخالد بن حمد للمسرح الشبابي يأتي تحت خانة المبادرات العديدة التي يطرحها سموه الكريم والتي تكون حاضرة بأهدافها النبيلة قبل بزوغ الفكرة أهداف لا تخرج عن دائرة دعم القطاع الشبابي في جميع المجالات الحياتية وعلى وجه التحديد في المجال الثقافي والإنساني إحنا كناس نشتقل في مجال المسرح ونشوف في جهة تحتضن المسرح بكل الحب من شاب عنده مبادرات جدا نبيلة وجدا جميلة سمو الشيخ خالد بن حمد الله يحفظه نشوف روادنا سواء من اللي فارقة والحياة أو من الموجودين مكرمين بطريقة أو بأخرى نشوف شبابنا هذا المتحمس اليوم أنا ويد مفسخة في كوني مع مأسر الخيرية الملكية ويبتها يلجوا إذا كنت قاعدها اشترك في المهرجان ثلاثة أعمال ثلاثة مسرحيات تصاميم غير ومواضع غير الحمد لله فست بأفضل تصميم شعار لنغرس بسمة كان قد عنونا النسخة الخامسة للمهرجان ولازمها قبل أن تختتم فعالياته التي طرزت لوحاتها الفنية بأعمال مسرحية مختلفة تنبئ بعلو منسوب الحماسة والتنافسية في شخصية شباب بحريني حريصا على إنجاح الحركة الثقافية داخل المحيط الذي يقطنه شغوف لسقل ما لديه من طاقات وتدعيمها بالخبرات عبر احتكاكه المباشر مع مجموعة من الفنانين المتميزين من داخل البحرين وخارجها لتلفزيون البحرين محمد رشيدات